فشلت الحكومة الإسرائيلية بقيادة نيتنياهو وغانتس بعقد الجلسة الأسبوعية للمرة الرابعة على التوالي بسبب عدم الاتفاق على جدولة أعمال الجلسة ودعت سكرتاريا الحكومة في بلاغها للوزراء أن الاجتماع لن يعقد بسبب لقاءات سياسية وهي لقاء نيتنياهو مع الوفد الأمريكي للمفاوضات مع دولة الإمارات الذي سيتوجه الاثنين إلى أبوظبي برفقة الوفد الإسرائيلي يشار إلى أنه رغم اتفاق أعضاء الاتلاف الحكومي على دعم القانون الذي منع حل الكنيسة في الخامس والعشرين من أبو الجاري إلا أن النقاط الخلافية متزال قائمة ومنها الاتفاق على شكل الميزانية التي ستطرح على الكنيسة لعام واحد أم عامين بالإضافة إلى عدم حل مسألة التعيينات الكبرى في ليلة السبت العاشرة على التوالي تظهر عشرون ألف مواطن أمام مقر بيت رئيس الحكومة الإسرائيلي بين يمين نتنياهو لمطالبته بالاستقالة من منصبه بسبب تهم الفساد الموجهة له وبسبب فشله في إدارة تتبعات جائحة كورونا الاقتصادية الساعة التاسعة والنصف بدأت الشرطة بمنع المتظاهرين من استخدام وسائل إثارة الضجة وقد صادرت بعض السفارات بالقوة من المتظاهرين الذين اعتبروا هذا التصرف استمراراً لسياسة كميل أفواه شبוע شבר ההפגנה הייתה מאוד 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 אלימה מצד השוטרים שהתחילו בלי שום سיבה אלימות נגד כולם מבוגרים וצעירים ואנשים שסתם עמדו על המדרכה לעומת זאת הפעם נראה לי שיש הרבה יותר אנשים נראה לי שיש הרבה יותר אלימות اعتقل في التظاهرة 16 מתظاهراً بالدعاء أن بعضهم أخلى في النظام العام وبعضهم بدعوى الاعتداء على رجال الشرطة تواجد الشرطة في هذه التظاهرة بدى حذراً فقد نصبت الحواجز على بعد 200 متر من موقع التظاهرة ولم تتواجد قوات الشرطة بأحسنتها الضخمة ولم تقف الشرطة بمواجهة مباشرة مع المتظاهرين بدأ أن دروساً قد أخذت من الأسبوع الماضي بعد أن صور ضابط الشرطة وهو يعتدي على متظاهرين وقد طالب المتظاهرين في هذه التظاهرة بإيقالة هذا الضابط الذي يبدو أنه سيعود إلى عمله وفي ساعات الليل المتأخرة انضم إلى التظاهرة أتباع الحخام براسلف من الحارديم الداعمين لحكومة اليمين وحلفاء نتنياهو في الائتلاف الحكومي للتظاهر ضد منعهم من السفر إلى مدينة أومن في أوكرانيا حيث دفن فيها الحخام الكبير نحمن من براسلف ويحج إلى هذه المنطقة كل عام في عيد رأس السنة العبرية أتباع براسلف للقيام بفعاليات دينية وقد حذر مسؤول ملف الكورونا روني جمزو من هذه الزيارة هذا العام بسبب فيروس كورونا وقال إنها قد تتسبب في انتشار الفيروس بشكل مخيف عند عودتهم إلى إسرائيل وبدأ هؤلاء الفتية غاضبين بشدة وتهمون نتنياهو حليفهم السياسي بأنه خائن وعכשיו אנחנו רוצים להגיד שביבי נתניהו ופרופסור גמזו הם אלה שמנעו מאיתנו להגיע לאומן השנה בראש השנה ולא רק לנו, לישראלים אלא לכל חסידי ברסלב שנמצאים בכל העולם עם דרכונים אוסטרים, הונגרים, אמריקאים כל הדרכונים של כל העולם, איראנים לא יכולים לעבור בגבול בגלל שהם נוסעים לכיוון אוקראינה ברגע שרואים חסיד ברסלב יש הוראה מהנסיעות של אוקראינה בגלל שביבי התקשר אלי זלנסקי ואמר לו לסגור את אומן וביבי שיקר גם, ביבי אמר שהוא לא אמר וזלנסקי בעצמו אמר שהוא כן אמר ואנחנו יודעים שהוא כן אמר כי יש לנו אנשים בתוך הממשלה באוקראינה שאמרו שהוא כן אמר ופרופסור גם זו נתן, כתב מכתב באוקראינית שתורגמה ואנחנו ראינו את המכתב שחסידי ברסלב יביאו את הנגיף תלחסו هذه לפתת ותמוך אלף المتظاهרين الذين יבדו أن عددهم في كل أسبوع آخذ في التزايد ويبدو أن النتنياهو يفقد كل وسائله في محاولة إسكاتهم استمراراً الاحتجاجات التي تعم البلاد تجمع أكثر من ألفين متظاهر مساء يوم السبت في مدينة قيساريا للمطالبة بتنحي رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو عن منصبه واحتجاجاً على الفساد السلطوي والأوضاع الاقتصادية التي آلت إليها البلاد عقب سوء إدارة أزمة كورونا بعيننا كل شبוע وكل يوم سישي פשוט כי אנחנו לא מסוגלים לחיות עם המחשבה שנוכלين במדינה שראש הממשלה שלה מואשם בשלושה כתבי אישום חמורים של שוחד של מרמה והפרת אמונים עבירות שלטוניות הכי חמורות שיש כל תפקיד אחר כמעט ציבורי מי שיש לו כתבי אישום כאלה לא יכול לאיש אבל ראש הממשלה כן בגלל זה לקונה בחוק وأكد منظمو هذه المظاهرة من على المنصة المركزية على أن سياسة بنيمين نتنياه مبنية على زرع الخوف في نفوس المواطنين في إسرائيل وتغذية مشاعر الكراهية ليس فقط بين العربي واليهود بل أيضا بين اليهود الغרبيين والشرقيين בתור מורה ומחנך נמאס לנו מהשחיתות הזאת זה לא יאומן שיש ראש ממשלה שמאושם בכל כך הרבה תיקים וממשיך לנהל את המדינה שגורם ומשסה ומפלק בתוך העם שכבר שנים מזניח נושאים כל כך חשובים כמו ניצולי שואה כמו החברה הערבית כמו האלימות נגד נשים והוא יושב לו בקיסרי ומתבצר לו בבלפור ולא זז לשום מקום על כל הדברים האלה יש לי רק דבר אחת ועקב انتهاء الخطابات תوجه المتظاهרون في مسيرة سيراً على الأقدام صوب منزل رئيس الحكومة בנימין נתניהו רافعين שعارات تندد בסياساته التي حولت البلاد إلى دיקטاتورית على حد وصفهم رغم دخول كل أسبوع إضافة موقع جديد للتظاهرات مما يدل على إسرار المحتجين على مواصلة المسير حتى نيلي مرادهم باستقالة نتניהו عن منصبه هددت النقابة العامة في إسرائيل بالإعلان عن إضراب شامل ابتداء من الثالث عشر من أيلول المقبل في المرافق الاقتصادية الإسرائيلية في حال عدم توصل المسؤول عن الأجور في وزارة المالية كوبي بار نتان ورئيس الهستدروت أرنون بار دافيد إلى اتفاق على خلفية خطة وزير المالية إسرائيل كاتس التي تنص على خفض الأجور للعاملين في القطاع العام ويسعى كاتس إلى طرح خطة على الحكومة بهدف المصادقة عليها بعد أسبوعين وفي مركزها خفض أجور سبعمائة ألف موظف في القطاع العام بدءا من تشرين الأول المقبل وحتى نهاية عام الفين واثنين وعشرين وأفدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الخطة تقضي بخفض أجور الوزراء وأعضاء الكنيسة وأفراد الشرطة وأطباء وممرضات وعاملين اجتماعيين ومعلمين وغيرهم من موظفي القطاع العام أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل خمس وفيات جديدة بفيروس كورونا ما يرفع الحصيل الإجمالية إلى 909 وفيات منذ بداية انتشار الجائحة وسجل 898 إصابة جديدة ووفق بيانات الوزارة بلغ عدد إصابات الفيروس منذ انتشاره في البلاد إلى ما يزيد عن 113 ألف بينهم أكثر من 20 ألف إصابة نشطة هذا وتشهد البلدات العربية في البلاد ارتفاعا مقلقا في عدد الإصابات بفيروس كورونا حيث حلت مدينة الطير في المقدمة ووصل عدد الحالات فيها إلى 503 إصابات هذا وسجل تم الفحم 316 إصابة نشطة بالفيروس ثم دالية الكرمل حيث بلغ العدد فيها 204 ووصل عدد الإصابات في بيت جين إلى 181 حالة تستمر معاناة الكوادر الطبية من إهمال الحكومة لمتطلباتهم ليعلن العامل في المختبرات الطبية العامة إضرابا مفتوحا ابتداء من الأحد لحين تلبية مطالبهم وتحسين الظروف الوظيفية والاهتمام بزيادة الأجور وبحاجيات وموارد المختبرات الطبية في البلاد وزارة الصحة التي هي المسؤولة عن صحة الجمهور وزارة المالية أهملت هذا القطاع قطعيا بشكل صارخ بشكل فادح وفادح إلى حد ما في هذا الموضوع مراقب الدولة بسنة 2016 وضع على طاولة اللجنة البرلمانية تقرير التقرير محزن أنا لا أخجل أستعمل كلمة محزن عن وضع المختبرات الطبية عن الشريحة العمرية للمختبرات موظفي المختبرات الطبية المهنة اليوم ما فيها أفق يرفض العاملون في قطاع المختبرات الطبية وعددهم يزيد عن ألفي عامل وعاملة وكجزء رئيسي من إضرابهم أن يقوموا بالإبلاغ عن نتائج فحوصات الكورونا السلبية ويعملون فقط على تقديم الخدمات الضرورية مثل الحالات الطارئة نحن بشر نحن ناس عقلانيين مستثنيين مرضى الأورام الخبيثة العلاج للحمل أو في الوحدة الإخصاب خارج الرحم هل يعقل اللي بيحمل بي اتش دي لقب ثالث بيشتغل في ساعات الصباح بتقضى ستة الاف شكل تفكير وزاري بدل ما أنه يستثمر في الموظفين القائمين في خبراتهم في ممارساتهم في أقدميتهم أنه يجيب كونتينيرهم من الصين وهن يعملوا الفحوصات يطالب العاملون في المختبرات الطبية تحسين ظروف عملهم وتوظيفهم بالإضافة إلى تحسين أجورهم التي يتلقونها ووقف عملية التوظيف وفقا للعقود الشخصية ويأتي هذا الإضراب المفتوح بعد نحو خمس سنوات من المطالبة بتحسين ظروف العمل في هذا القطاع وبعد أن باءت كافة محاولات التوصل لاتفاق بين عاملين المختبرات والحكومة الإسرائيلية بالفشل بين المستلزمات المدرسية لشراء ما يلزم الأبناء للعام الدراسي الجديد الذي سينطلق في الأول من أيلول المقبلة وسط مخاوف بين أولياء الأمور مما قد تجرب هذه العودة من مخاطر بشأن مرض فيروس كورونا الجديد يستعد أكثر من 560 ألف طالب عربية للعودة إلى المقاعد الدراسية في البلاد بعد أن قررت وزارة التعليم فتح أبواب المدارس ودمج التعليم الإلكتروني مع التعلم الصفي خلال الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي الجديد ويظهر البرنامج الدولي لتقييم الطلبة بيزا فجوات كبيرة في نظام التعليم بين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي تقدر بفارق ثلاث إلى أربع سنوات دراسية وتشير المعطيات أن نظام التعليم في المجتمع العربي ينقصه حوالي أربعة آلاف وخمسمائة غرفة تعليم وأربعة عشر ألف ساعة تعليمية كما أن ميزانية الطالب اليهودي تفوق ميزانية الطالب عربي بألاف الشواقل وفي نفس الصياق يشير التقرير ذاته إلى وجود خمس مشاكل رئيسية يعاني منها جهاز التعليم في المجتمع العربي ومنها النقص الحاد في وسائل التعلم عن بعد مشاكل البنية التحتية في المجتمعات العربية والواقع التكنولوجي الصعب في المدارس إذ يقدر النقص في الحواسيب في المجتمع العربي بحوالي 140 ألف جهاز يذكر أن وزارة التربية والتعليم وبعد جهد كبير من أعضاء القائمة المشتركة خاصة نائب يوسف جبرين تعتزم توفير الحواسيب للطلاب والاستثمار في المعدات المدرسية ولكن هذا سيكون خلال العام الدراسي وليس في بدايته وكانت نقابة المعلمين أعلنت عن نزاع عمل بما يتعلق بظروف عمل المعلمين وأعلنت أنها لن تفتح السنة الدراسية في حال عدم التوصل إلى حل وستعلن إضراب إلا أن الحكومة الإسرائيلية قدمت طلبا إلى محكمة العمل اللوائية في تل أبيب طلبت فيه إصدار أمر احترازي ضد نقابة المعلمين من أجل منعها من إعلان الإضراب في المدارس الابتدائية وعدم فتح السنة الدراسية في الأول من أيلول المقبل ويأتي تقديم الحكومة للطلب إلى المحكمة قبل أربعة أيام من افتتاح السنة الدراسية ظروف تعليمية وصحية صعبة تمر على المجتمع العربي ورغم ذلك ينازع من أجل نيل أبسط الحقوق وهو تقليص الفجوات مع المجتمع اليهودي مطالب وتوصيات ملحة لمعالجة أزمة التعليم العربي حيث تطالب لجنة متابعة قضايا التعليم العربي ببناء مخاططات لسد فجوات جهاز التعليم العربي في جميع المجالات وبناء برنامج لتعزيز جودة التعليم حيث تتلاءم مع ظروف نظام التعليم في المجتمع العربي تواصل بلدة اللقية في النقب تسجيل أعداد متزايدة يومية لحاملي فيروس الكورونا حيث وصل العدد اليوم إلى نحو 200 حالة في البلدة المصنفة ضمن القائمة المحمراء مع تمديد فتح نقطة الفحص المخبري للمواطنين في البلدة ليوم آخر اليوم فتحنا فحصات للكورونا اليوم بعد انتشار وباء الكورونا في حارات فلقية منهم حارة ثمانية بعقابة الأفراح في الأولى الأخيرة كثرت في منطقة فقارية فلقية وبدل ما كنا بلد محافظين وما كان عندنا إصابات للأسف الشديد خلال إسبانيا الماضيين أصبح عدد المصابين من 9 أشخاص إلى وصلنا اليوم إلى 122 شخص ونحن قمنا باستدعاء الطواقم الطبية لإجراء فحص لأربعة أيام في قرية الليقية من خلال الناس بيجوا من خلال في بقد في السيارة بيسولوا فحص وهو ماشي ما بيتعقى ما بيتعقى أكثر من ثلاثة أربعة دقائق ونحن ودنا أن الناس كلها تطلع وسوف فحصات مشان تحافظ على صحة ولادهم على صحة جرانهم على صحة أنفسهم اليوم الوضع في الليقية وضع صعب للغاية في هذه المرحلة لأن في عندنا عدد إصابات كبير جدا حيث سجلت تقريبا ما يقارب 100 إصابة في الخمس أيام الأخيرة فنحن نطالب أهل اللقية الكرام بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة وإجراء الفحصات قدر الإمكان فنطالب بكل شخص كان فيه احتكاك مع مريض أو عنده علامات مرضية أن يتوجه إلى نقطة الفحص وإجراء الفحص والتأم كابينت كورونا لمناقشة خطة منسق شؤون الجائحة البروفيسور روني جامزو التي تقضي بفرض سلسلة قيود على البلدات الموبوءة حاليا بحسب مدى خطورة تفشي الفيروس فيها منها تقليص عمل المطاعم والمحال التجارية لأيام معينة وحضر المخروج من المنازل حتى مسافة 500 متر في جميع أنحاء البلاد جائحة الكورونا تجتاح اللقية للأسف في يومين الأخيرين تعدى عدد المصابين المائة شخص وهذا عدد كبير بالنسبة لأهل اللقية اللقية بشكل عام كان وضع جيد بما يخص الكورونا ولكن أنا برأيي بالأساس تفشي هذا الفيروس هو بالأساس من الأعراس والمناسبات الاجتماعية يعني نتوخى ونتوجه إلى المواطنين من أهل اللقية أن لا يشاركون أو يشاركون بقدر المستطاع وأن تقتصر الأمور على العائلة المصغرة حتى لا يتفشي هذا المرض أول حاجة بسبب زيادة الحالات الكورونا فالليقية في الأسبوع الأخير زيادة مكثف حتى أصبح نقطة حمراء في مستوى الدولة فسر نكثف الفحصات عندنا في اللقية لحد البارح كنا نسوي في اللقية بيت اليوم في عندنا نجمة داودة الحمراء بتعمل في ساعة مدرسة ثانوية متعددة المجالات بدون تحويله من الدكتور بدون شيء بس يمشي يسوي فحص وروح الآن أنا أتمنى من كل الناس من كل الموجودين في اللقية عائلات أطفال صغار كبار الكل يأخذ سيارته اليوم من الساعة 10 لعند الساعة 5 في مدرسة ثانوية يسوي الفحصات وسيتم اتخاذ قرار بصدد افتتاح العام الدراسي بواسطة الجبهة الداخلية وفقا لقرار كابينيت الكورونا ساعات قبل افتتاح العام الدراسي فيما إذا تواصل تفشي الجائحة علما أنه تم تمديد أنظمة الطوارئ أعلن الإدعاء العام في محكمة الصلح في مدينة أشكلون أنه ينوي تقديم لائحة اتهام ضد خمسة فتيان لطورتهم في جريمة اقتصاب جماعي لفتاة تبلغ السادسة عشر من العمر في فندق البحر الأحمر بإيلات ومن المتوقع أن تمدد شرطة اعتقال المشتبه بهم لمدة خمسة أيام إضافية ويأتي تقديم بيان الإدعاء عقب إعلان الشرطة يوم الخميس الماضي إنهاء التحقيق في جريمة الاقتصاب الجماعي التي وقعت قبل أسبوعين وتحولت إلى قضية رأي عام في البلاد يشار إلى أنه تم اعتقال سبعة عشر مشتبها بهم بينهم ثلاثة عشر قاصرا فيما أكدت الشرطة أن شهادة الفتاة بتعرضه للاغتصاب قد أثبتت نصداقيتها ووجدت أن لديها تعزيزات تؤكد وقوع الجريمة كما وكشف تحقيق أولي في الحادث عن وجود عدد كبير من المشتبه بهم وكان معظمهم مجهولي الهوية إلا أن لقطات كاميرا الأمن في الفندق التي تظهر حجدا بالقرب من الغرفة التي رتكبت فيها الجريمة المحققين إلى تتبع الجدول الزمني في الفندق والوصول إلى جميع المتورطين أصيب أكثر من خمسة وعشرين شخصا من المرضى والكوادر الطبية في مشفى الخليل الحكومي بحالات اختناق جراء إلقاء قوات الاحتلال قنابل الغاز المسير للدموع جاء ذلك خلال مداهمة قوات الاحتلال منجرة بجوار المشفى بقنابل الغاز ما أدى إلى دخولها قسم الباطني ومرضى فيروس كورونا وتم إخلاؤهم وإسعافهم من قبل المسعفي الهلال الأحمر والدفاع المدني قصفت دبابات الاحتلال الإسرائيلي موقعين وسط وجنوب قطاع غزة وأوقعت أضرارا بممتلكات المواطنين الفلسطينيين في المكان وقصفت دبابات الاحتلال المتواجدة خلف الشريط الحدودي في محيط موقع كيسوفيم العسكري شمال الشرقي مدينة خانيونس موقعا شرقي المدينة بعدة قذائف ما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار بممتلكات المواطنين المجاورة كما قصفت الدبابات موقعا بقذيفتين شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة ما أدى إلى وقوع أضرار مادية دون إصابات في صفوف المواطنين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر